اشتركوا في القناة 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 قناة اشتركوا في القناة النقف الطبيعي يا باشا معلال بواصلات كده مش طبيعي يلا يا ضاحي بقى انجز بقى خدها نخلص هعزه هلحي الراجل اللي بنقبش حاضر يا صاحب السعادة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاتك تفضل المغزة حضردك المدير والله انا بداية من المدير لحد الفراش مرورا بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فانت يعني الوظائف مش فاهنة عزاي ما انت عارف حضرتك مفيش شغل ولا فيه بتاع ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل الكمبيوتر يا أستاذ الكمبيوتر والنت بوازوا علينا الدنيا انت عارف حضرتك انا تمن المواصلات من هنا وانا جاي هنا ومروح بيضلقني والله حضرتك مين انا ابو الدهب اهلا 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 يابو الدهب باشا اذا حضرتك كلها تتعرفني اه؟ لا بس باينا على حضرتك باشا يعني طب انا مش هتول عليك انا شايفك فاضي ومواركش حاجة بس انا حسألك سؤال واحد يبقصة الولادين اللي كانوا عندك هنا قبل انا مدخل كانوا بيسألوا على ايه وكان فيه ولا ولادين هنا هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل انا مدخل دلوقتي اه قد قصت عارف ما كتر الناس اللي بتيجوا وبتخروا وبتعمل الواحد ما بقاش فاكر حاجة وبعدين قصت انا خركت من البيت وانا على لحب بطني ولا شربت شاي ولا قهوة ولا حتى حاجة ساعد عالي الشغل هو انا الله يخزيك فتجين حاجة بقى عشان تبلي الريق كده شوط الله نجملك حاجة ساعدة كانوا يسألوا علي ايه بقى ها؟ والله يوم كايمتك عاشي بالطاقم طيب الله يخليك فادي يا سيدي اتشرب؟ شكرا خلاص والله ده يا فاني ازاي ما تقولش كده قدم كمان؟ اف عارض كانوا يسألوا علي ايه بقى؟ والله كانوا بيسألوا علي عدد من الاعداد اللي كتابهم بتكوي بيه الله يرحموا لا عدد ايه بقى؟ ها؟ عدد ايه عدد من كتر الشغل الواحد ما بيفتكرش ايه الاعداد و ايه بقى؟ والله استنى بس هاجيبلك بس انا خرجت من غير اكل الصبح وبعد البتاع دي مرتلي بطلي و هقولك ايه ما انت عارف الدنيا؟ مالحوقة مالحوقة اتفضل ايه الله يخليك يا فن ها؟ شوف بقى يا سيدي ايه العيال دي كان بتسأل عدد من الاعداد اللي كتابهم الله يرحموا متكوي بيه ها؟ العدد الف ها؟ بس اقص العدد ده مفيش منه غد نسختين نسخة كانت معاكب متكوي بيه الله يرحمه النسخة التانية كانت عندنا هنا ها؟ وقدت لهم العدد ده؟ ها؟ لا ما ببقاش عندنا مال فين العدد ده؟ حميت والطعمها حميت واحد نفسه يحبس بسجارة بس منين يوم مالحوقة فضل فين ام العدد بقى؟ العدد بقى حييت بقى في صلة كريشتل تاعت المازادات اللي في مصر الجديد ده طيب سيدي متشكلين اول لا بس اقولي من الم مالحوقة عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان موضوع كده والله الواحد الزاكرة عنده بقيت توه وبقيت باخد أدوية علشان ترجعلي الزاكرة وفيش فايدة مقص في السوق اه مقص في السوق طب موفره لك طب حقيقة بس انت بيجيب الدول مصري انا عايز اجيب المستورة الحقيقة عشان تأثيره بسرعة اه المفعول يا سلام اقرأ ونوزحي فضلت اخواني ها؟ اه تسعلي ابدا هو موضوع عائلي كده يعني بس يعني محلولة ان شاء الله تشكرين قوي سلام عليكم عاف يا ساتر يا ساتر على الناس الجشع الجشع حيموتهم كل حاجة ماشى في البلد دي بالرشوة لو قدوا الدهب باشا باشا ايه ده انت صفيح البعيد ماذا دي اللي نخشوا هو احنا معانا فلوس كل فلوسنا صرفناه في الغرداء شوية بابريكان من بشوع زمان بعلمه في الدماغ ولا يا عسلية انت احلو كسما بالله ياضي انت اديك كف على وشك اقلبك على ضهرك زي السوصارد ميت كده كده؟ سيف انا اتغيرت اه وعارف ان ده الباست فريند بتاعك بس ماينفعش يقولنا كده هو الوافد اللي يستزرف انا هبعتره ما تحترن نفسك بايا يا اخي جايب لي الكلام فيه يا شريف انا احنا بيها يا اخي مصيبة ايه؟ فيها يا سكرية انت يا حلو على فكر بيعاكس خطيبتك يا ريا سيف ده مفيش منه خوف اتبسط يا معالي مطاربي حبيبي مبدئيا كده يا قستاذ شريف حضيتك دمك سيمو انتوا فيديا جمعت شنوني فيديا ده اول حاجة ايش تاني حاجة اخنا نفسينا ندخل مزاد عشان نجيب مجلة ميكي ومعناش فلوس طب مجلة ميكي دي يعني لما تتشقلب وتبقى جديدة ومتسرفنا بخمسة جنيه هيعملوا عليها مزاد ويتشقلبوا هتبقى بخمسة ناية قول مية يا سيدي لا قول انت يا عم انا من ايه الجعمة وانا خاف من ايه؟ مية طب احنا معانا كام دلوقتي يعني حوالي تلتميتر وبعمل جنيه اخرنا طب واحنا ازاي بقى هندخل المزاد واحنا وانتد؟ نيلي يعني ايه وانتد بس؟ يعني مطلوب القبض علينا هنتنقش موسيقى هنفتح المزاد على عدد نادر لمجلة ميكي هنبتدي بعشر تلاف جنيه ايه ده؟ المجلة بتاعت العائل دي بعشر تلاف جنيه؟ مش قلتلكم ما انا قلتلكم حداشر الف جنيه حداشر الف جنيه عند فريدة هانا مين يزود؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم؟ خلاص ياسيف عرفنا انك شطر وقلتلنا حداشر الف وخمسمائة جنيه حداشر الف وخمسمائة عند الاستاذة؟ اهو مش قلتلكم؟ يا عم عرفنا انك قلتلنا نعمل ايه بقى نتكل على الله يلا نمشي نتكل ايه مش هناخد العدد؟ ناخد العدد ازاي معناش فلوس يا بنتي بتالك حداشر الف وخمسمائة جنيه اتناشر الف جنيه اتناشر الف جنيه اتناشر الف جنيه عند فريدة هانا ايوه بس دول ما يجبوش عشرين الف جنيه هبيع المكوى والسخان ليه يا عم هوا كاملت ستين لتر ديجيتال وريموت كنترول طيب ده بيستهل عنا بعمل كام؟ ده عامل الف ومتين جنيه مامشيش بخمسمائة عشاني؟ لا بص ساعة الدفع الكلام بختلف وانت ملك انت يا هاد يا هانا وانت هتشتعي اسكت عشرين الف جنيه الهونا الهدوي عشرين الف وخمسمائة جنيه عشرين الف وخمسمائة عند فريدة هانا يا جماعة فريدة هنمدي لقطة انا لازم يبع لها اي حاجة انا هروح اديها الشال ده وقولها ده بتاعك كبير قوي تلاتين الف جنيه مش مشكلة عليها الجزامة ايه يا سيف؟ الناس كلها بتعلي بالخمسمائة انت بتنط بالعشر تلاف على طول بس لانا اول مرة احضر مزاد والجوة عجبني بصراحة وانا محبش حد يعلي علي تلاتين الف جنيه عند الكاب تلاتين الف ومئة جنيه تلاتين الف ومئة جنيه عند مستر وده هذا هرس وده ايه اللي جاب وده احرف من ان في مزاد تلاتين الف مئة وعشرين جنيه تلاتين الف مئة واحد وعشرين جنيه تلاتين الف مئة واحد وعشرين ونص تلاتين الف مئة واحد وعشرين جنيه وخمسة وسبعين ارش وتمانين ارش ده احنا معنا فقد كتير قوي تلاتين الف مئة خمسة وعشرين جنيه خمسة وسبعين الف جنيه هتجابهم من اين دول؟ مش مشكلة هو اللي غازني ومقطرني هبقى بيع العربية خمسة وسبعين ألف جنيه عند الكابتن؟ خمسة وسبعين ألف وجنيه الحمد لله لو نبي يا جماعة احنا أقل حاجة هنزودها هنا خمسمائة جنيه ماشي يابا خمسة وسبعين ألف وخمسمائة جنيه خمسة وسبعين ألف وخمسمائة؟ خمسة وسبعين ألف وخمسمائة مين يزود؟ يلا يا سيف يلا يلا ايه دي لحظة بس سخينتي فيها كده مع الجو كده أنا ولا جدك أنت؟ ألا هنا؟ ألا دوي مية وثمانين ألف جنيه حقيقة كامل يا فنن؟ مية وخمسين ألف جنيه مية وخمسين ألف جنيه عند الفنان أحمد فهمي مية وخمسين ألف جنيه؟ ألا هنا؟ ألا دوي ألا تري مبروك يا فنان موسيقى 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 أنا دايماً بقول أن أهم حاجة في الفيلم بدايته ونهايته فهتلاقيني دايماً في أفلامي بيهتم بتتر البداية وتتر النهاية اللي في النص ده بقى حشف يعني ربنا بيرزق بالفي مين شمال أي حاجة بنحشي لحد ما نوصل لنهاية الفيلم نفسي أفهم ليه يشتري مجلة بكمية الفلوس دي؟ يكونش يا جماعة أحمد فهمي ده قربكم وبيدور هو كمان على الكنز بس يا هبل أنت قربنا أي طبعاً مش قربنا ايه الثقة دي يا بنتي؟ ده أنت لست عارفة من يومين أنها بنت عمك أنا عايز أعرف هو أشتري العدد ده ليه؟ وهناخد منه العدد إزاي؟ سيبوا الموضوع ده علي أنا لا موضوع النقد ده ما بيداقنيش خالص إلا لو حد قال سيد زحمد سيد زحمد معلش معلش ثانية واحدة بس من وقتك ثانية واحدة الله يسهل لك يا بس فقولك أنا موضوع النقد ده بس اللي أنت بتعمله ده يا فنان وأنت مش شحات؟ لا أنا موزيع وبعدين أنت بتقولي الشحات أنت شحات؟ أنتوا إيه الجباروت اللي أنتو فيه ده؟ لما أغزى باش أنا ما خدتش بالي لسك لابس جلبية ومش مسك مايك فتكرتك يعني شحات أنت صح بسر عشان كنت جاي جاري بس عشان ألحاك ممكن يا جماعة مايك زيادة؟ مايك زيادة هتده لكو بعدا ما نخلص على طول طب معلش إحنا كده كده على الهوي يعني مفيش مشكلة القناة إيه لأقول؟ معاك واهدان واهران روحت إخسارة من القناة التسعة الصعدية الفضائية أهلا وسهلا فنان فضل أولا مبروك طبعا على المجلة ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها ونحب نعرف يعني إيه سر اهتمامك بمجلة ميكي؟ لا الحقيقة المجلة دي أنا مش شريها لنفسي أنا شريها لابن صديق عزيز علي جدا أعتقد أن دي أحلى هداية قدمها له فايد مرده بس أنا رأيك كنت ممكن تديله المية وخمسين ألف جنيه يجيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا إحنا المجلة دي لا 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 الفكرة مش في الفلوس يعني القيمة مش في الفلوس القيمة في المجلة ذات نفسها أنا عايز أعلم الولد ده القيم اللي إحنا تربين عليها في مجلة ميكي يعني يمكن إحنا تعلمنا في مجلة ميكي من ميكي نفسه الشجاعة تعلمنا من بطوط الصبر تعلمنا من عصابة القناة الأسود العمل الجماعي تعلمنا من زيزي زي ما تقول كده الإغراء العفيف زي 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 وهندروستم والجيل الجميل بس محدش هيستثار على زيزي فدي دي قيم إحنا نحب نوراسها للجيل اللي ما شافش مجلة ميكي قيم إي يا عم سامير وشاير وبهير إنت بتعمل الرجل العناب وبنات العام اتفضل يا بيت فضل بس إحنا عارفين إنك ومجمعهم الفنانين معزومين على حفلة عيد ملاد ابن صاحب القناة اللي هينتجلك برنامجك الجديد وحجزلك قوة كلكو في الفندوق والله هو اللي أصري إيه يا زميلي العزيزي اللي بتعمل ده انت بتفضح الفنان لا أسمح لكش بسمح لك معلش تبقى يا فنان عايزين خبر حصري اللي القناة السعادية الفضائية هو فعلا كان فيه خبر ما كنتش حابب إن أنا أعلن عنه في الوقت الراهن بس أنا هقول له حصري على قناة بتاعتك أنا الحقيقة العيد الجاي إن شاء الله تلعنا وصحابي شرم الشيخ لا أنا مش قصدي كده أنا قصدي مش داخل سينما قريب لا داخل سينما إن شاء الله قريب مع نفس الشل اللي هتبقى معي في شرم الشيخ أو ما نرجع هنخش فيلم محمد إمام يا بستي ستارز يا بجالكسي حسب يعني ما شاء الله stealth , ما عش الله احنا دلوقتي معنا الفنان أحمد فاهمه وبندعيله وبنقوله إن شاء الله يا رب تلقي تاكت وتقعد في مكان حلو إن شاء الله في العيد واه..... استنوا أحمد فاهميäh著 سينما جلاكسي أو بسيتي ستارز ley هممممممممم الوما تكلمتيش هنفضل نضرب فيها الحد الصابح وهتتكلمي مبتتكلمش يا باشا من سنة 82 وهي فقدة الصوت مفيش صوت خالص هتتكلم إبدا كون أنا موت طب أنت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هم فين والله العظيم يا سعدت الباشا أنا كل اللي عرفه قلت لحضرتك مش مخبية عليك حاجة أنا معرفش هم فين ما أنا لو هعرف هقول هو أنا يعني كيف هتدرب بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معاي والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي نعرفه ده كل حاجة عندي كل كلام عندي شوف بقى حضرتك عايز إيه وأنا أعمله لك هم تمام بصي هم ما تخفيش ما تخفيش ما تخفيش انت هتكلميهم في التلفون ده تعرفي مين هم هم فين وتقولي لي وأنا وعدك محدش هيمدي إيده عليكي خالص 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 ما تقولي كده يا باشا من الصبح أه يلا تكلمي ألو بيت يا شرياء انت فين يا بنت الكلب خلاصي يقولي انت فين يا بيت أنا ممسوكة في الاسم ومفيش حد ما درمش فين يا تاري الدار مالله يقلب بياتكو أي موقتوني الحائرة يا شرياء يلا خدوها ونبيها ساعدت الباشا أبو سئد خدوها أبو سئد يا ساعدت الباشا أنا مظلومة قال لما ارتكبتش أي جرائم يا ساعدت الباشا أنا زادت مريئة حبيبتي يا خالتي زمانها متمرمطة في الاسم انت خايفة على خالتك من الاسم ده احنا نخافة على الاسم من خالتك يا بنتي هاسألوها اسألين وهيروحوها مالش يشيري هين متزعليش بجد انا كان نفسي سعيدة بس انتي عارفة مفيش في ادنا حاجة نعملها امت بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا في ده هيا سيف عرفت الحفلة فين؟ بكر مش عايزي فتح معرفش ما بقوش يجبول ايه سيف ايه؟ احنا مش بنهزر دلوقتي بدور علي بس فتح صفحة تانية مش لاقي لسه ولا هاني ما تجي قط تشوف المصيبة اللي احنا فيها دي استني يا شوشو خلص المصلحة اللي في ايدي دي يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت انا شاب وقعد واحد وبيت كبير وابا مسافيره على طول انت بتجذب على فكرة اوه والله العظيم بجذب ايه ده؟ انت صريح اوه والله وعملش حاجة بلي كده صراح و بتجذب معنا اوه والله العظيم انت غريب اوه على فكرة بس طيب طيب جدا وربنا هيكرمك انا بقى حققلك اللي نفسك فيه من زمان ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيبلك اتنين لا اوه انت ايه 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 عشان تعود اللي فاتك انت فاتك حاجاتك اتنين مش هجيبلك لسه واحدة تقعد تحبها و تقول شعره الكلام ده طب بلدينة بقول بلدينة ايه بس على فكرة ان انا من قاهرة طب اقول لك ايه؟ قول لي الزني بركات ايه؟ صعب على السنة؟ اه اه قول لي حاج سعيد ماشا حاج سعيد اقمر بوك هطلب طلب؟ اقمر بوك نبقى ثلاثة؟ انت طماع اه كدبوا صلاة وطماع اقول نبقى خليهم ثلاثة بيط حلوتك يا حاجة انت جميل ايه حاجة بس عالفك انت بش هتستحمل ثلاثة مش مهم يا اولا مش مهم يا اولا مش مهم يا اولا هتموت دو ما حصلش اي حاجة وانت بص ايو يا فرحان اوي يا حاجة صحيح خلاص هكلمهم لك بايش طب اسمع صوتهم بس بس يا رب يكونوا خرجوا اصلا خرجوا من ايه؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه؟ خرجوا من البيت اصلا ابوهم بيقفش عليهم فما بيخلهمش ينزلوا يعني متوفر اه ابو محبسهم يعني بس الطمين ابوهم مات مات؟ اه ما هو عارف بقى بناتو بيعملوا ايه؟ بس عار مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف بالزبط كده هو بس يلا خلمهم بكام بقى دول؟ دولة تلاتة يبقى تلت تلاف دولار هم جانب؟ لا مصريين طب ليه ضل normal ما عالش و القط ده يبقى معايا ماشي ما هدريلك بس ليه دلار عشان الفلوس دي بتروح للناس محتاجة في أمريكا فا ما يعني الخير هيروح مع الزنب مع كله بالزبط وحنا نبقى تمام وحنا في التمام تمام؟ اه اتشاء الله بيع التراويزة مش فرقة بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه؟ ماشي بس اسمع صوته ماشي بس بقاش حاجة عشان هما مش عارفين حاجة ماشي خيالي هيساعدنا ماشي اموش كايد لوقتي ان احنا مش معانا فلوس هنجيبه هدوم من اين؟ من اللي انا ببقاش معايا فلوس بس ممكن استلف من شريف بس نرجعهم لقول ما نلاقي الكنز ان شاء الله شيكو شيكس هلو ايه مستورة لا مستورة بقى انا عايزها مفضوحة انت تفضحها بقى انا ساني واحد ساني واحد بقولك ايه انت نسيت الولاعة بتاعتك معايا اه اه بس احنا يعني تمام اه لا ملناة ملناة شيكو اعيز ايه سيدي بيجبنا ماشي ما تتأخرش بقى ماشي؟ يا الله سلام شيكسو ايه حبيبي اعيز ايه؟ عايز فلوس انت عايز تجيب انت كمان؟ اعجيبي ماشي هاتل بزودلو خليم خمسة يالله تبقى مرياطه بقى اه بنجيب ايه الى بنجيب فراخ فراخ ايه دي دي بيجبوه فراخ الشمارد فراخ الشمارد فراخ الشمارد ماشينا معايا اتنين شامورتا عادين هنا نحلين وقبري طب هيا الفلوس كلها هتروح عند الحج سعيد اعمل ايه؟ الحج سعيد مني؟ الحج سعيد بتاع الفراخ بقولك ايه التراخ بتلبس ها؟ اه لا 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 احديهم يلبسوا خليهم ييجوا ينزيوا ايه يا عمي ييجوا فين؟ هات فلوس والله اطلع جيب انا من فوق انا عارف ترقين فلوس عارف امك بتشيل فلوس ايه؟ بقولك ايه يا كابتن احنا قدمنا ان شاء الله اديه وجو نوصل بالسلام نهاية هاتفة ترجع بشارق دلتا بقولك ايه كابتن ايه ونا الطيار ماشي زود سلطات؟ اه زود حاجة ولا هاني بقول لك ايه صاحبك ده عبيت قوي ده فل اه ده محضوش اي خلفية عن اي حاجة طب بقول لك الحاجة مش هتصدق تعفنا كنت تعبط منه والله ايو بس انا بتريت بقى ايه اركز شوية وبصراحة من ساعة معرفتك كالا هاني وانا ساعة السياعة طب بقول لك ايه ايه ما عملتش كده بلكده كده ايه ما عملتش كده ايه انتو كلكم كدبين كده وصراحة في نفس الوقت وما احنا اسلحنا صاحبك بنمشي مع بعض على طول